إذا تم حسف عمود الواجب نهائيا من مركز التقديرات عن طريق الخطأ هل يمكن إرجاعوا من قاعد البيانات هنا بقى حضراتكم السؤال ده خطير جدا اللي هو أي حسف بيتم من مركز التقديرات بيكون صعب بيكون صعب الإيه للسركة لكن يعني ممكن حضرتك ترسل لنا في الدعم الفني وإحنا بنتواصل مع مدير النظام وبنعمل محاولات ونشوف هل فعلا يقدر أنه يحصل عليها ولا لأ ده بنرجع في الأمر ده إلى مدير النظام لكن يعني اللي حابب أن أنا أنصح حضراتكم بيه أن كل مثلا فترة بسيطة تيجوا في مركز التقديرات وتقوموا جايين كده العمل دون اتصال وتقوموا واخدين تنزيل نسخة كاملة من مركز التقديرات على هيئة ملف إكسل يبقى عند حضرتك يكون عند حضرتك فين على اللابتوب هتقول لي ليه؟ علشان لما حضرتك تفتح مركز التقديرات تبقى عارف لو حصلت أي مشكلة أو بس طالب ده كان أدى اختباره هو وكان حصل على سفر أو حصل على عشر أو حصل على ستاشر أو كمان تعمل حضرتك إيه؟ إن في العمل دون اتصال تقدر زي ما فيه تنزيل فيه تحميل فيه إيه؟ فيه تحميل يعني تقدر حضرتك لو حصلت أي مشكلة تقدر تحمل مركز التقديرات اللي هو منف الإكسل اللي انت نزلته ده تقدر تحمله مرة تانية وهينزل هنا بنفس أسماء الطلاب بنفس الدرجات بتاعتهم اللي حضرتك شايفها دي يعني دي ايه؟ لكن النصيحة الأهم إن حضرتك كل فترة كده تعمل تاخد نسخة تسحب نسخة من مركز التقديرات تبقى عندك فيه على اللابتوب لكن لو حاجة تحزفت لو فيه شيء تحزف في الحالة دي احنا بنرجع لمدير المزام هو اللي بيفدنا لكن نادرا يعني لما شفنا حاجة تم استرجاحها قبل كده طيب هنشوف برضو مع بعض دلوقتي نستكمل كده بسرعة الجزء اللي هنشوفه هنا مع بعض اللي هو طبعا حضرتكم لما بتدخلوا على المقرر وتحبوا تعرفوا الطلاب اللي موجودين داخل المقرر وتحبوا تعرفوا عدد الطلاب داخل المقرر بتدخلوا على المستخدمون والمجموعات وبعدين تختاروا ايه المستخدمون لما تختاروا المستخدمون هيصهر لحضرتكم هنا صفحة فيها بيانات الطلاب طيب بيانات الطلاب بس لا هو قال للمستخدمون اليوزرز اللي موجودين سواء بقى طلاب سواء كمان كان مدرس لازم كمان بيتم وضعه هنا مشرف منصق أي شخص تم إضافته أهم شيء يكون تم ربطه وإضافته داخل له إيه بالشعبة دية أو بالمقرر ده هيظهر هنا وهيتظهر الصلاحية أو الرول أو الدور بتاعه سواء بقى كان مدرس أو هيكاتب منصق أو مشرف وطبعا الطلاب أمام كل طالب قدامه كلمة إيه كلمة طالب طيب العدد موجود تحت طبعا أنا العدد هنا بسيط سبعة طبعا أنا عندي مدرس واحد يبقى عدد الطلاب الموجودين ستة طب لو العدد كبير هدغط على كلمة إظهار الكل عشان كل الطلاب أو كل المستخدمين للشعبة يظهرهم في نفس الشاشة كلهم يظهروا في نفس الشاشة ما تتقسمش إلى شاشات واتلاحظوا كمان حضراتكم هنا إن اسم الأول للطالب منغود واللستنيم منغود والرقم الجميع أو الرقم نظيف موجود والإيميل كمان موجود يبقى إذن كمان بيديني بعض البيانات زي ما حاركوا شايفين في قائمة المستخدمين زي ما حاركوا شايفين في قائمة المستخدمين طيب ده شيء كويس لكن كمان من ضمن الأمور اللي احنا بنشوفها اللي هي الجزئية الخاصة بالتقييم دي الجزئية الأخيرة النهاردة هنتكلم فيها إن شاء الله اللي هو مركز المتابعة لوحة معلومات الأداء وتقارير المكرر الدراسة احنا مش هنتكلم عنه لسكارم لأنه ده مش يعني معنى حضراتكم مش معنين بي هم دول التلات أشياء اللي هي المهمة مركز المتابعة ولوحة معلومات الأداء وتقارير المكرر الدراسة خلونا حضراتكم نشوف لوحة معلومات الأداء بسرعة كده لوحة معلومات الأداء هتشوفوها حضراتكم هتقولولي ما هي دي كانت زي قائمة المستخدمين يعني إيه الفرق اللي حصر لا فيها فرق شوية هي متشابهة بس فيها فرق فيها بعض الأعمدة الزيادة العمود ده يعني العمود ده موجود وده كان موجود وده كان موجود والرول أو الدور كان موجود لكن العمود ده بالأخص والعمود ده جودات شوية في لوحة معلومات الأداء من اسمها لوحة معلومات الأداء يعني أداء الطالب أداء المستخدم أداء المدرس يعني أنا ممكن دلوقتي أدخل علشان أشوف آخر تاريخ التحق به المدرس الشعباء إمتى كان النهار ده هو 16 مارس طيب الطالب ده التحق على المقرر ده داخل المقرر ده امتى كان بتاريخ 19 أكتوبر 2022 شايفين حضركم يعني من كم يوم من 148 يوم يبقى ايزا الايام المنصارمة هنا تفسي معناها الايام اللي انقضت من اخر مرة دخل فيها الطالب على المقرر من 148 يوم يبقى ايزا هنا ايه ده اسمها لوحة معلومات الاداء نشاط الطالب او اداءه كان من امتى ده اخر مرة دخل فيها على المقرر كتاريخ وكعدد ايه كعدد ايام طيب ده بتفيدني نعم طبعا الواحد ده معناها ايه اه ده الطالب ده كان لسه امبارح كان ايه من يوم واحد بس اللي هو كان 15 مارس كان اخر دخله 18 مارس الساعة 5 44 44 ديها مساء الطالب ده من معد السنة 67 سنتين اهو سبتمية 97 ايه 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 طيب ده 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 لما حدقت حب تشوف الجزئية الخاصة بدخول الطالب والتحاقه بالمقرر وتقدر كمان حضركت انك تعملها ترتيب يعني لو ضغطت على ايام المنصرمة ديت ضغطة بالماوس كده حيرتب لك ترتيب صعودي او يرتب لك ترتيب تنازلي يعني يجيب لك الايه اه اكتر واحد بقاله اعدد ايام ما دخلش اهو اكتر واحد وهكذا ده بالنسبة للجزئية ايه الجزئية ديت بتفيدنا في بعض الاوقات ان لو طالب بقاله مثلا اه اه مثلا اه اه عشر ايام ما دخلش ما دخلش المقرر وجاء قال ده نبارح وانا بدخل يا دكتور على الاختبار اه حصلت لي مشكلة ومش عارف ايه وانا اجي بص هنا على ان هو اخر دخوله كان من عشر ايام يبقى انا عرفت من هنا ان ايه الطالب ايه زي ما بنقول كده بيحور علي يعني فما ينفعش ان انت ايه تعمل معايا كده لأ انا اقدر ادخل واعرف انت بالزبط دخلت ايه اخر مرة من امتى ده اسمها لوحة معلومات الهداء نشوف برضو هنا مركز هنا ما فيه اي شيء في الشات الدكتور ابراهيم طيب الدكتور ابراهيم علامة رفع اليد اه مع حضراك المايكروفون لو حابب تسأل اي سؤال اتفضل لو حضراك فيه اي تساؤل مع حضراك المايكروفون لو العلامة دي بتقع عن طريق الخطأ فحضراك بيستعرفني واحنا اكاستكمل على طول حضراك معاك دلوقتي المايكروفون لو حابب انك تستخدم المايك يعني طيب لحين ما الدكتور ابراهيم اه يعني اذا كان هايسأل ولا لأ فاحنا دلوقتي اه زي ما حضراكوا شايفين معايا احنا شفنا مع بعض اللي هي لوحة معلومات الهداء لكن فيه شيء تاني اسمه مركز المتابعة مركز المتابعة بردو هنقوله وباختصار شديد لحضراتكم مركز المتابعة ده اه من اسمه متابعة بتابع الطلاب بتوعي بتابع الطلاب متابعة الطلاب علشان اقدر علشان اقدر اكتشف الطلاب المتعثرين عند طلاب ما بتكلوش على المقرر اني نستخدم لحضراكوا دلوقتي الطالب بقاله 20 يوم ما دخلش على المقرر الطالب ما بيقديش اختبارات او استحقاقات معينة ما بيقديهاش او بيتأخر مثلا الطالب نشاطه على المقرر التقديراته مثلا بنسبة 25% من اجمال التقديرات يعني هو حصل على نسبة يعني قليلة جدا لابد ان انا تابع الطلاب دولت عشان اقدر ان اتواصل معاهم اقدر ساعدهم او على الاقل ارسل لهم رسائل على الايميل الجامعي بتاحهم الخاصة بمعلوم خدوا بالكم ان انت يا طالب انت مدخلتش من 20 يوم يا طالب انت عندك مشكلة في الكذا في الاستحقاقات فيبقى اذا مركز المتابعة بيساعدني فانا دلوقتي بيساعدني ازاي انه انا اول ما بدخل على مركز المتابعة هتجد حضرك انه عامل عمودة اهو وفيه الطلاب المتعثرين كده هو جايب لي الاول الطلاب اللي موجودين دول هما الطلاب المتعثرين مش هيجيب لي كل طلاب الشعبة الطلاب الايه المتعثرين وهيجيب لي اربع اعمدة زي ما حققوا شايفين معايا جايب لي هنا اربع اعمدة اللي هي عمود اسمه الموعيد النهائية اللي تم الاخلال بيها يعني كان فيه استحقاقات معينة واجبات واخل الطالب بيها ما حضرش مثلا او عندي تنبيه التقديرات عندي مشكلة يعني كان مثلا دخل على الاختبارات بس او الواجبات بس حاصل على 20% من كل الدرجة الاجمالية او تنبيه النشاط انه نشاطه قليل داخل المقرر بنسبة 20% او تنبيه الوصول انه موقفة ما دخلش ما وصلش على المقرر ولا بيدخل على المقرر بقيله 20 يوم فبيديني هنا ايه معايير هو بيحدد السيستم بناء عليها التعثر اللي الطالب وقع فيه بناء على الجزئية دي